يبدو أنه نحن قدام كوفيد 19 بلاس بلاس أو شو؟ يعني هلأ هو بما أنه تسمى فاريانت يعني بيضله خفيف بيضله هذا الوقع لقاله بالناحية الإجرائية على الأرض بالنسبة لأنه وقع مقبول بحيث أنه الشي اللي عم نركض لقاله هو الفكسين آخر المعطيات بتقول اليوم أنه الفكسين المنتج فايزر هو يؤثر وبشكل فعال على الحماية من هذا الفيروس يعني لا داعي للهلع بتضل شعارنا هذا البرمنت بديو يضلوا ماشي لا داعي للهلع لأنه بكل الأحوال التزامنا سلوكنا الوقائي روائنا هو اللي بدو يخلي عقلنا الراجح يعطينا هذا الحيز من الأمان اللي لازم نضلنا شدين عليه خلال هالشهرين المطبقيين لوصول اللقاح أنت عم بتجرب تطمين الناس بس بيضل عنا خوف فيه إجراءات رح تيخدوه على المطار أشد من شان ما نقع باللي وقعنا فيه مرة الماضي هو تطمين الناس من أي ناحية أنه هذا الفيروس هلأ بينا النيو فاريونت اللي هلأ شفناه اللي أعلنت عنه اليوم يوكي واضح أنه هو سريع الانتشار ولكن بعد المعطيات العلمية والبحثية لهلأ ما بتقول أنه هو فتاك أكتر أو مضاعفاته أقوى وبالتالي قد يكون هو أسرع بالإصابة ليحل محل هذيك بدنا ننتظر أما نحن أنا ما عم نطمن الناس من أنه لأ أنه نحن عم بقول أنه بعدنا منسترجع ننتظر؟ بدنا ننتظر نحن ما عنا خيار إلا انتظار الفكسين أوكي والوقاية بس بالها الوقت ما في إجراءات مشددة أكتر لأنه بركة طلع خطر من كمسا بيكون سبقنا أكيد نحن بكرة إن شاء الله اللجنة العلمية بوزارة الصحة العامة تجتمع نعم التاسع ونص صباحا هذا الموضوع البحث الأساسي سيكون شو الإجراءات لازم تتخذ مشان الوافدين من لندن أو عبر لندن شو الإجراءات لازم تتخذ نرجع عيد فحص الPCR لأنه نحن كان بالأول اللي عم بيجو ريليبل تست PCR من دول أوروبا ما عم نعدلون إياه اللي بدن يجو من لندن مبدئيا أو عبر لندن أو عبر لندن لازم نرجع نعيد لهم كلهم الPCR وهنا ما أنهم نكتر بحدود 170 إلى 200 مسيفر باليوم نرجع إجراءات الاحترازية والتشدد والترصد والتتبع لأنهم بدن نرجع نفعله نرجع نتواصل معهم بدن نشوف هل فيه داعي لنرجع على حجر إلزامي أكيد لحكم في توصيات وحكم في إعلام هيدا كله بكرة؟ هيدا كله بكرة بالاجتماع طبع أنت ميال لشو الكوزير صحة يعني الإجراءات التي تتخذ بكثير من الدول الأوروبية بالتسكير والأقفال المفاجئ اللي نعمل مثل هلأ فرنسا وبعض الدول يمكن ألمانيا يعني لازم يدعينا أنه نحن كالجنة علمية نأخذ هذا الموضوع بشكل جدي ما أخذ بعض الأعتبار هالكم من المغتربين اللي دجاه هن أطعين واجهين على الأعياد المجيدي بدنا نحن وياهن نتشارك بالمسؤولية لحتى يكون وقعة أقل ضررة يعني ما رح تلغو رحلات أنا ما بدي أستبقل الأمور خليني اللجنة العلمية تأخذ تأخذ أرارة ولكن بأعتقد أنه بكيري نروح على هاي قيار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر